السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو دي اليوم غادي نشوفو حد درس رائع وانيق وفي نفس الوقت ساهل ويعني في اول حاجة غادي نتحتاجوه هي ضفيره هاد ضفيره هادي اللي تنسي تعملوها بيعني برمو الخيط غير على ثلاثة شعرات او على ربعة شعرات يعني الاختيار هنا غادي بقا ديالكم اللي ما عرفاتش كيفاش تصيب هاد ضفيره هادي فانا راسبق لي وضعت فيديو درت فيه واحد ضفيره يعني وبحال هاده فانا غادي نوضع ليكم رابط ديال هاد الفيديو في صندوق الوصف غادي نتلقا فيه الرابط ديال هاد ضفيره هادي طريقة ديالها كيفاش احتخدمناها يعني من البدايةJO inheritالنها يعني بالتفصيلrie فكنتمنى انكم تشوفو هاداك الفيديو يعني الاخوات اللي ما عرفاتش هاد ضفيره ترجع للصندوق الوصف فغادي اتلقى الرابطии فيها فيدilla هاد ضفيره اما بالنسبة الدرس هذا فانا غدينخدم به احد طريقة جديدة ورائعة هنأ انا غدينخدم احد الملاقية الليكنت بقلي حتهية وخدمتها فاللي مفهمتش مزيان فهذا الفيديو وطريقه هذه الملاقية اللي غدينخدموها بهذا اللون الازرق هي ملاقية وانا غدينرجعها فهذا الفيديو هذا درس انتم ماذا بغى تشوف معاي كيفاش هذه الملاقية غدينحولوها ونرجعوها درس المهم اللي فهمت في هاد فيديو هو هاداك لما فهمتش رات هبط صندوق الوصف غتلقى الرابط اللي فيه الملاقية ديل هاد الخدمة هادي غلي نوريها لكم في النهاية ديل هاد فيديو باش تعارفوا كيفاش تراجعوا لها مهم ضرب اللولة تنضربوا في التوب تانية تنضربوها في الدفايرة وتنرجعوا نديروا ديك الغريزة وغاد نرجع نضرب مرة اخرى في التوب لاحظوا معي جيدا هاد الخدمة راها ساهلة وبسيطة بزيف خستكم غير تركزوا معها مزيان يعني ركزوا نتابهو الخطوات فهنا رجعنا في وسط من هادك الغرزة اللي درنا ورجعنا درنا غرزة لاحظوا معي جيدا هنا غاد نخدموا بالغرزات وبالحبكة كذلك مهم هنا خدمنا غرزة ما غديش نرجع ونضرب في الدفايرة لا غاد نرجع وغاد نوضع حبكة لاحظوا معي مزيان عد نجوج ديال الغرزات في التوب فغاد نجي وسط من هم غاد نلقاو حد الغريزة هنا فين غاد نخدم الحبكة ديالي هدي حبكة يعني نتابهو معي جيدا الخيط في الاتجاهات ديال الخيط هم اللي غاد نوريوكم الخدمة هدي غرزة عادية كتخدموها في الدفايرة هنا في الملاقيق عوض ما كتلقوش الدفا كتلقو التوب فأنا هنا باش نقدر نخدمها كدرس وضعت لها الدفا عوض التوب المهم هنا غاد نرجع كذلك مرة اخرى ما بين هاد الغرزة وما بين هاد الغرزة هرجع لنفس هديك العوينة وغاد ندير لها غرزة اخرى لاحظوا معي هدي غرزة عادية ديال الراندة والان غاد نديرو الحبكة الحبكة غاد نجي ما بين هادوك جوج ضربات اللي ضربناهم في الدفايرة ما بين هاتهم غاد نجي ما بين هادوك جوجة الخيوط اللي عندنا تم معدنا جوجة الخيوط هي في الاول ما كتبانش ولكن غير كتبدو تطلعو كتبدو تزيدو تكبرو الخدمة فكتبان لكم صراحة رائعة جدا وتقدرو تلاقيو بها الجلالب تقدرو تخدموها في الدرس كيف ما غادي تشوفوا معايا الان المهم هاد خدمة راه هزوينة بزاف ودابة ولو تيخدموها بزاف صراحة ولو تتعاطاو لها الناس بزاف مهم غير كملو معايا غادي نتفهمو كل شي فلاحظوا معاي جيدا هنا غادي ندير حبكة وغاد نرجع ما بين هادوك جوجة الغرزات اللي عندي في اللخر لاحظوا دائما ما بين هاد الجوج اللي تيبقى وعندي في اللخر هم اللي ترجعو تندير الحبكة هاد الحبكة تنجمع فيها هادوك جوجة الخيوط دائما هنا غا تلقاو جوجة الخيوط هم اللي تجمعوهم غادي نرجعو ندير غرزة عادية في الدفرة هاد الدفرة اللي درناها غادي نرجعو ندير فيها غريزة عادية غرزة الراندة هنا عادية لاحظوا معاي جيدا هنا شنو غادي ندير غرجع غادي ندير هاد غرزة ما بين هادوك جوج لاحظوا ما بين هادوك هاد الول او هاد تاني هاد جوجة الخيوط دائما احنا غادي نخدمو له هادوك جوجة الخيوط اللخرين او هادوك جوجة ضربات اللخرين اللي احنا ضربناهم في التوب هم اللي تنبقى وذي متي نخدمو عليهم والان هدو هادي حبكة شوفوا الاتجاه ديال الخيط اتجاه ديال الخيط يعني الاتجاه العلوي وهنا عدنا هادوك جوج ديال الخيوط غاد نجمعوهم تنجمعوهم بالحبكة يعني احنا هنا تقريبا القاعدة هي انك تخدمي جوج ديال الغرزات حبكة جوجة الغرزات حبكة غير يعني سيروا معي بشوية بش نفهموا الخدمة مزيان هنا غرزة عادية في التوب ولاحظوا معي جيدا دائما تنخدموا في هادوك جوجة الغريزات اللي خرين اللي عندنا شوفوا معي مزيان اتجاه ديال الخيط هادو غرزة عادية كنعاود يعني ديما كنقولوا هادو غرزة عادية فرغير بش المبتدئات يفهموني اشنو كنقول لانا كنفرق ما بين الغرزة وما بين الحبكة فهادو غرزة عادية خدمناها على هادوك جوجة الخيوط والان غاد نديرو الحبكة هادو حبكة بتنجمعو بها هادوك جوجة الخيوط لاحظوا مزيان بش متلفوش فهنا غاد نكملوا الخدمة غاد نجل الضفرق وغاد نوضع غريزة عادية فهنا من بعد ما خدمنا في الضفرق لاحظوا معي مزيان غاد نرجع ما بين هادوك الجوجة ديال الغرزات اللي عندي في التوب وغاد نوضع عليهم غرزة عادية وسط منهم يعني في الوسط ديالهم غتلقوا واحد العين تماية هادوك يلي تنخدموا عليها ديما تنخدموا فهديك العين اللي كينا في الوسط ديال هادوك جوجة الغرازي اللي كيكونوا عندنا حتى هنا كذلك نفس القادية يعني عدنا هادوك جوجة دربات اللي احنا دار بينهم في الضفرة فتنجي وسط منهم تلقى واحد العين هي اللي تنخدموها فهدي هدي الخدمة يعني بسهولة انك ديما غدا تجي وسط من هادوك جوجة الغرزات اللي عندك غتلقى واحد العوينة تما هي اللي غتخدمي عليها هنا ما كتتخدميش عين عادية يعني ديما وسط منهم كتلقى هادوك العين غدا تخدميها وتعاودي ترجع اللولة اللي فتها يعني بحل ضربتي الفوق هترجع الضربة لتحت هي سهلة غر يعني لمبتدئة تحط حداها مثلا الهاتف ديالها باش هي كتتفرج كتشوف الفيديو وتبقى غادب شوية عليها يعني تخدم في التوب وتشوف تشوف الفيديو وتخدم في نفس الوقت يعني هدي هدي اسهل طريقة باش تعلموا اي خدمة يعني سواء هاد خدمة او اي خدمة اخرى حطوا حداكم الهاتف ولا مثلا باستي ديالكم شعلوه وحداكم وبقوا غادين كتخدموا في نفس الوقت كتشوفوا بعينيكم وكتخدموا وقفي الفيديو وخدمي ضربة هذيك الدريبة عادو يرجعوا وتاني شعلي هادا بقى غادب شوية بشوية من بعد اوتوماتيكة غاد يبالك باللي انتيرك ببديتي غاد اخدها مثلا الحاجرة يعني غير مع التكرار بنادمك يتعلم غير شوية بشوية في اللول غت جيكم سعيبة شوية بشوية غتباليكم ساهلة لان هنا قربت لكم شوية الكاميرا صراحة في اللول كان شوية تصوير بعيد ممكن بغيش نبعد سوية بش اللي ان الشخص عنده الغراد انهو يتعلم الخدمة فهو بغي يشوف غير الخدمة يعني ما عندوش الغراد انهو يشوف هذك شي اللي ضاير في الجناب ولا هذك العيبات مهم كنتمنى ان الفيديو كن واضح كما قلت لكم في البداية اللي ما بينش لي هاد الخدمة هذي واضحة فترجع لصندوق الوصف غتهابطي يعني اسفل الفيديو غتلقي صندوق الوصف غد تبحتي تماية يعني غد تقرأي لكتبه وذك الشي مهم غد يبالك رابط الفيديو ديال الملاقية ديال هاد الخدمة هذي هاد الخدمة خدمتك ملاقية يعني غير حيدو الضفرة وديروه في بلاستها التوب غدا تعطيكم مذيك الخدمة ببساطة هذي الفكرة الفكرة هو ان احنا عوضنا التوب بالضفرة ماش نحولوها الى درس هاد القادية هتقدرو تخدموه في بزاف يعني ديال الخدمات الى كانوا عاجبينكم ديروليهم الدفرة في بلاستها التوب وخدموهم يعني الواحد شوية مرة يطور شوية الخدمة المهم هاد الدرس صراحة رائع جدا ومزيان في الجلال بديو الصيف وكذلك في الجلال بديو الشيتاء يعني مزيان لهم بجوج احنا على الاغلب كنبغيو كنبغيو درس اللي يكون مناسب يعني الصيف وشيتاء فهالدرس هاد ارى مزيان ومناسب لهم بجوج تقدرو تخدموه في الصيف في الشتاء يعني وقت ما بغيتو وخصوصا لغدا تخدم الملاقية ديال جلال بيتها او قفطانها بهالطريقة هذي فالخدمتي يعني الملاقية بهالطريقة ودرتي الدرس كذلك بهالطريقة ديالك شا غديجي مو تناسق وزوين المهم كنتمنى ان هذا الخدمة تنال اعجاب ديالكم واي تساؤل وضعوه في صندوق يعني في التعاليق كتبوه فيه الاسئلة ديالكم وطالبات ديالكم بهال مناسبة انا رامنسيتش الطالب ديال اعادة فيديو يعني تصوير ديال فيديو اللي درت لكم فيه البرايم ديال الحرير بزاف ديال السيدات ما فهموش طريقة المهم انا غدي نحاول انني نوضح هاد مرا يعني نصور بوضوح غنشوف لكم شيد ديال الباب نحيدها ونصور فيها باش يبال لكم اذك الشي واضح المهم انا غدي نحاول نعاود هادك الفيديو ان شاء الله قريبا فالان لاحظوا معي مزيان هاد الدريس هاد اللي انا غدي ندير فهو اختياري انا كنقولها وكنعاودها اختياري يعني اللي بغيت تدير هاد الدرس تدير واللي ما بغيتش تدير اي درس بالليها مناسب اي نوع من الدرس عود فاش تخدمي مباشرة على التوب خدمي مباشرة فوق هاد القاعدة هاد يعني هاد الخدمة اللي احنا درنا هي مجرد قاعدة خدمي عليها عجباتك يعني ديريها وخدمي الدرس اللي عجبك تقدري تديري غير الدرس ديال واحد تمشي معاه نيشان وصافي باركعلك الى كان مثلا قفطان او قميص خفيف فديري لي غير الدرس ديال واحد وصيري معاه حتى الراس غدي يجي مزيان المهم انا غدي نوريكم هاد دريس هاد فهنا تنديروا الدرس ديال واحد وترجع نوضع غريزة اللولة انا هاد الدرس غنديروا صغير لان عندي القاعدة شوية كبيرة فالدرس ما بغيتش يجي كبير هنجيل الراس وغاد نوضع كذلك غرزة اخرى لاحظوا معاه مزيان هنالطريقة كيفاش انا غدي ندير هاد درس هادا وكذلك غدي نستعمل العقيق اللي بغيت ديرو ديرو اللي مبغيتش تديرو ما تديروش هو اختياري كما اكتليكم فغير الواحد شوية مره 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 ينوع وصافي باش تجي الخدمة رائعة هنا غتخلي واحد تقريبا جوج ديال دفايرات وغتجيو للثالثة هذيك الثالثة هي اللي غدي نهبطو فيها البلاء وغدا رجع نوضع هادا الطريقة هذي هاد درس هادا ساهلو كينين بزاف دير فيديواتي ديرين هاد درس وتقريبا من دروس اللي تتعلم اي اخت مبتدئة من اهم دروس اللي تتعلمهم هو هاد درس هادا ديال هاد رايس هادا الصغير اللي تنذيروه تنستعملوه يعني بحال متلا هاد انا استعملتو بهالطريقة هاد الان غدا ترجعي للراس ديال هادا المتلت صغير اللي احنا درناه هاد المتلت هاد متلت ولا هارم يعني كل واحد كتختالف الاسماء ولكن في النهاية الخدمة وحده يعني وخدت سميه واكي ما بغيت وراها نفس الخدم انا اخدو عقايقة عادية فانا اخديت هادا يعني هادا عقايق عادي غير ديال العبار فانتو ما غدين تخدموه هنا بالمناسبة نسيت ما قلتش لكم بولي الاختيار ديال الالوان راه عشوائي انا غير اختارت الالوان غير ادكش اللي لقيت وخدمت به كتشوفوا يعني ان الالوان غير متناسقة اصلا مع التوب يعني ما المهم متركزوش على الالوان انتو ما شوفو غير الخدمة والالوان راه انتو ما احرار ديروا اللي بغيتو تقدرو تخدمو مثلا هديك هديك القاعدة اللي انا خدمتها باللون الازرق الدفرة احتى هي تكون باللون الازرق وهالدرس الفوقاني ديروه بلون اخر مثلا ديرو باللون ديالتوب والقاعدة ديروها بشي لون اخر او عاكسو المهم الالوان كيبقوا مسألة الضوق واختيار فكلة وحده فيكم تمشي على احساب الضوق ديالها وتختار لعجبها المهم هنا انا غد نكمل كما قلت لو هدو هدو هدا مكان حسبوش غرى عمرو وصافحة تباليكم تقول لكم متشعمر وهطو فالان غادي تجيوا للطفرة اللي حداها يعني هدى اللي حداها هي اللي غادي نديرو فيها الغرزة الأولى والغرزة الثانية باش نبداو الدرس دين الواحد وباش نعاودو نبداو نفس العمل هنا تقدروا مثلا اللي بغاد تزيد جمالية عاود فاش تبدأ مباشرة ندير هنا واحد عقيقة وتبعد واحد مسافة وتبدأ عاود تاني تدير يعني دريس آخر فهد شي غر هد يران دا يعني ما عندهاش قواعد صراحة يعني القواعد كن ناخدوهم غير من اللي كنكونو يعني في البداية كتاخذي هذيك القواعد مثلا كيفاش تديري الغرزة كيفاش تديري الحبكة فكيفاش تديري مثلا هاد ضايس هاد الصغير من بعد كتبداي انتي كتزيدي من راسك مثلا مرة تديري العقيقة الفوق مرة تديريها التحت وكتكملي مرة مرة تزيدي من راسك خوضي شوية من هنا شوية من هنا فهدي الخدمة يعني كتبع الكداب ليقول لك هاد الخدمة ايلي كينا ما كيناش شي حاجة اخرى مكتر منه يعني لاحظتوا كل مرة يعني كنحاول ان انا نوضع لكم خدمات جديد ويكونوا راقيين وفي المستوى فكنتمنى ان هاد فيديو اينال اعجاب ديالكم اي تساؤل ما تنسوش كتبوه في التعاليق فاكيد يعني غير 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 نقرأ التعالي غير نجاوبكم ان شاء الله واي حاجة بنت لكم منفهومش او شي فيديو بلكم ما معجبكمش او بلكم منفهومش فغير كتبوها وان شاء الله يعني نعاودوا تصوير دياله ومشي مشكيل يعني المهم هو ان احنا نستافدوا ونتعلموا هذا هو اللي مهم انسان يعني يتعلم ويستافد وكل واحد كياخد شوية من عند الاخر وكيكمل من راسك حاولوا دي ما تكملوا من راسكم ومتعولوش عشي واحد يعطاكم كل شي را ما كيش لك يعطاك كل شي يعني غير كتاخد شوية من هنا وشوية من هنا وكتلاقيهم وكتخرج بيومشي حاجة جديدة المهم انا هنا غادي نكمل هاد العيبة هادي هاد رايس هادا حتى نوصله للاخر وانا هنا را خدمت لكم غير شوية كيما قلت لكم هادا غير غير ميتال يعني هادا غير طريف ديالتوب كان عندي وخدمت بي وصافي غير باش نوريكم الفكرة يعني الفكرة توصل والمهم هو ان الفكرة توصل وتكون نجحات ونالت الاعجاب ديالكم ما تنسوش المشتركات الجدد لاول مرة كتشوف القناة فما تنسوش من يعني تدغطو على زر الاشتراك زر يعني الاشتراك دغطو معاكم على زر الجرس لانا لما تغطوش على زر الجرس من اللي كلوحشي فيديو را ما كيوصلش ليكم كيف ما كتشوفوا معايا لان هاداك والجرس دغطو عليه هاداك الجرس مهم بزيف وبزيف ديالناس واقعين لما شاكلوا سبابه المهم هدي هي الملاقيق اللي انا قتلكم غادي نترجعوا صندوق الوصف غادي نتلقاوا الرابط ديالها دملاقي هدا هو صندوق الوصف يعني اسفل فيديو هدي الكتب اللي كتلقاوا اسفل فيديو راهي صندوق الوصف هو هدا غادي نترجعوا لي وغا تلقاوا الرابط كما كيبيل لكم الرابط مكتوب بالازرق كنتمني انا الفيديو ينال اعجاب ديالكم متنسوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وشكرا على المتابعة